اشتركوا في القناة ويعكس الطابع البحريني الأصيل والأجواء الروحانية التي يختص بها هذا الشهر الفضيل وانعكاسات هذه الباقة التلفزيونية والإذاعية بما تحمله من رسائل وطنية واجتماعية وثقافية ودينية هادفة تسلط الضوء على التنوع والتكاتف الذي يتميز به المجتمع البحريني واستمع سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي إلى شرح حول آليات العمل والتجهيزات والإمكانات المتعددة لاستوديوهات الإذاعة والتلفزيون مشيدا بكفاءة العاملين بالاستوديوهات في التعامل مع مختلف التقنيات الحديثة التي تصهم في الارتقاء بمستويات الجودة للأعمال الإذاعية والتلفزيونية وأعرب وزير الإعلام عن شكره وتقديره لجهود الكوادر الوطنية وجميع العاملين في استوديوهات إذاعة وتلفزيون البحرين كما أن القائمين على تنفيذ الباقة الرمضانية على ما تحققه من نجاح وتفاعل جماهيري كبير مشيد بالمستوى المتميز الذي اتسم به المحتوى الإعلامي للبرامج الإذاعية والتلفزيونية وما تضمنته من أفكار إبداعية مبتكرة مستوحى من الثقافة البحرينية والهوية الوطنية والتراثية وأكد حرص وزارة الإعلام على مشاركة المجتمع البحريني في مختلف المناسبات الوطنية والدينية بما يجسد قيمتها وحضورها في وجدان المجتمع من خلال ما تقدمه من برامج تساهم في ترسيخ القيم والأهداف النبيلة لهذه المناسبات الحمد لله اليوم عندنا جاولة نزور فيها أكثر من مواقع العمل التي تقوم بها من خلالها وزارة الإعلام ببث باقة البرامج التي تم إعدادها لشهر رمضان المبارك اليوم هنا في القرية التراثية نزور فريق العمل اللي شارك في برنامج البارح التراثي وبرنامج المسابقات الجميل بالطاقم المميز اللي موجود فيه واللي نشكرهم شكر جزيل على اللقام موبا في هالفترة من تميز وابداع بالإضافة إلى زيارتنا لستوديو الإنتاج في تلفزيون البحرين اللي يتم من خلالها بث عديد من البرامج الرمضانية البرامج الدينية والبرامج الثقافية والبرامج الترفيهية وأيضا ما ننسى البرامج الإذاعية اللي أيضا تحظى بشعبية كبيرة وباستعجاجات مهمة من قبل وزارة الإعلام فالحمد لله العمل جاري من جميع أجهزة وزارة الإعلام وجميع منصاتها على أتم واجه والحمد لله يعني اللي شاهدناه خلال الأيام الأولى من الشهر المبارك تفاعل جميل من المواطنين وتفاعل مهم من المستمعين والمشاهدين والحمد لله إن شاء الله يستمر التميز وابداع بسواعد شبابنا وشاباتنا البحرينيين سعيدين بزيارات سعالة الوزير التفقدية لجميع البرامج المباشرة التلفزيونية سواء كانت مباشرة أو مسجلة بالنسبة عن البرامج التلفزيونية في شهر رمضان هي تناسب جميع أذواق للمجتمع سواء كان دينية سواء كانت برامج اجتماعية برامج منوعة مسابقات فالسنة التلفزيون حرص على أنه يغطي جميع أذواق المشاهدين في المجتمع طبعا إذاعة البحرين استعدت كعدتها السنوية بباقة متنوعة من البرامج من السهرات من المسابقات من البرامج الدينية وشكلت هوية متكاملة رمضانية تحاكي قدسيات الشهر الفضيل واليوم نحن سعيدين بزيارات سعادة الدكتور رمزان من عبدالله النعامي وهو الدعم الأول والرئيسي لطاقم الإذاعة ونأمل أن تحوز باقة البرامجية على رضا وقبول مستمعيننا الأعزاء ترجمة نانسي قنقر شكرا